نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية أم الردى الجديدة التباع لمركز كفر البطيخ والتي تأتي ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين أعلن مدير مدرية الصحة بدميات سيد عبد الجواد عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1724 مواطنا وتم تحويل 28 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج أعلى نفقة الدولة لست حالات أخرى وإجراء 451 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة على 24 حالة والصنار على 75 حالة قرية أم الردى من الكرة الكبيرة والليها توابع كتير والإقبال كبير جدا في خلال اليومين متوقف قفلة والحمد لله نحن نقدم الخدمة التي تقدر تغطي أي عدد بإتراد عليه الخطس المريض بيبدأ في قفلة أنه يتوجه لشباك التذاكر بيبدأ يحدد تخصص الذي هو محتاجه بيقطع التذكرة بيتوجه للعيادة بيتم الكشف عليه وبيأخذ المصار بتاعه سواء كان أنه هو محتاج تحليل وبيتوجه للمعمل عندنا المعمل فيه أكتر من 40 تحليل أو محتاج أشعة عادية كمان من موجود الأشعة العادية برضو بيتوجه بعدما أن الفحصات بتاعته بيرجع لعيادة تانية للدكتور عشان يحدد هل هو هتنتيه خدمته عن طريق كتابة العلاج والمتوفر في الصيدلية بالأدواء اللي بتغطي كنت خصصات المتاحة أو أنه محتاج جواب تحويل لغرب مستشفى مركزي معانا في القفلة عيادات طبية متنقلة ومتخصصة بكل التخصصات الطبية موجود معانا حوالي 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة موجود معانا صيدلية متكاملة بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة القفلة موجود معامل متكامل موجود أشعة عادية وسنار كل ده بيتقدم للمواطنين بشكل مجاني تماماً بنبدأ الإعداد للقفلة من قبلها بوقت كبير بنبدأ نراجع قاعدة البيانات اللي عندنا ومركز المعلومات إيه الحاجات اللي اتصرفت في أقرب قفلة كنا موجودين فيها هنا قبل كده إيه التخصصات الطبية اللي المرضى بيحتاجوها هنا في القرية عندنا قفلة طبية النهاردة وكانت إنبارح برضو النهاردة اليوم الثاني على التوالي بنقدم الخدمات للجمهور هنا والناس هنا في القرية كل التخصصات موجودة الحمد لله وبندعم القفلة طبعاً احتياجاتهم كلها بنوفرها لها في مدرسة أحمد زويل قرية أم الرادة الجديدة في إقبال شديد الحمد لله النهاردة كمان أكتر من إنبارح إنبارح كان عدد 900 النهاردة إن شاء الله إنه ممكن نوصل لأضعاف العدد بتاعين بارح والحمد لله جميع التخصصات موجودة 12 أوتوبيس كل أوتوبيس تخصص والحمد لله يعني الناس مبسوطة ومقبلة على القفلة وبنقدم لهم كل الخدمات ومشاء الله علاج متميز وتنظيم مميز جداً وبنشكر سيادة الرئيس إن فعلاً حياة كريمة بتوصل حاجة ملموسة للمواطن